يا عمري انت عنوانا لو النار الضرع عنوان يا عمري انت عنوانا حيل عن غير سطابي قلبي تتيري حكري ماتي تعفر لك تغلبني تعابي يفوق الواق ادارة دولة الكويت تقدم معا على طريق الامن عزيز المستمع يهلا ويمرحبا فيكم في برنامجنا التوعوي الامني معا على طريق الامن الذي تعده وتقدمه ادارة الاعلام الامن في وزارة الداخلية معا على طريق الامن الامن والامان في كويت المحبة والسلام لنكن معا على طريق الامن اعزائي المستمعين أستاكم الله بالخير وحياكم الله معانا في برنامجنا اسبوعي الامني معا على طريق الامن هذا البرنامج اللي تعده الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية من اجل سلامتك عزيز المستمع وتأكيدا على اهمية التوعية الامنية والمرورية من خلال اللقاءات مع المعنيين في اجهزة وزارة الداخلية وايضا تصليق ضوء على خدمات وزارة الداخلية في البداية اسمحوا لي ان اقدم لكم تحيات استغراءة البرنامج من التنفيذ مجيد احمد ومن الاخراج جاسم الفرش ومني محدثكم الرائد شجاع المحان فكونوا معنا في معا على طريق الامن امن الوطن وامان المواطنين على رأس عمل جميع القطاعات وزارة الداخلية اعزائي المستمعين اضحي بكم مجددا في برامج الاسبوع معا على طريق الامن دائما نذكركم عزيزي المستمع عزيزي قائد المركبة بعد ما انتمنا لكم طبعا اخواننا مستمعين جميعا وصول الاماكن المتجه اليها بامل وسلامة طبعا دائما نذكركم ببداية البرنامج ببعض الملاحظات اللي لاحظناه يمكن الاسابيع اللي طافت ومنها يعني بعض من اخواننا قائدين مركبات لا زال اللي خلا نقول مخالفة سائدة في الطرق السريعة وطرق الفرعية هو استخدام الهاتف النقال اثلاء القيادة ونذكركم بيه ايضا ربط حزام الامان والتقييد بالسرعة القانونية المقررة الامن والامان في كويت المحبة والسلام لنكن معا على طريق الامن واجبنا جميعا الحفص على وحدتنا الوطنية وصيالتها وتعزيزها وهي عماية الجبهة الداخلية واجرعها الواقع وشورها الحامل صباح الشعب من الشعب سمعا وطاعا فإليك الكلمة أمير الخير لك الخير يفتاك كل الشعب يا معلمة يمناك يصراك شعب واحد وأنت ملهمة أمحل بنا قائد الإنسان لفتاك أرواحنا المسالمة قولوا دعاة الخير لو قصمتوا عن شرار الكلمة وعنوا تساموا وتعالوا بكم القويت تبقى سالمة عاشت لنا الدار وشعب ذا حبه قد خدمت قرد وعاك الله سمعا وطاعا إليك الكلمة أمن الوطن وأمان المواطنين على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية اليوم راح نحدثكم عزيزي المستمع عن بعض النصائح وبعض الملاحظات اللي لحظناها في الآونة الأخيرة من بعض أخواننا مرتدي الطريق ترجمة نانسي قنقر